مع بدء العدوان الغاشم والتصعيد على قطاع غزة هي كان فيه مخاوف دولية وعالمية من توسيع رقعة الصراع وكانت الدولة المصرية تحدثت وأشارت إلى هذا التحذير تحديدا وانتقالوا إلى دول أخرى في الإقليم والمنطقة كلها مما سيكون له بكل تأكيد تدعيات صعبة جدا صحيح جمالة المخاطر بتتصاعد يوم بعد يوم هل هيكون فيه توسيع لدائرة الصراع؟ الجبهة الجنوبية في إسرائيل مشتعلة بالطبع مع قطاع غزة وحرب مستمرة ماذا عن الجبهة الشمالية مع لبنان؟ هل هناك أطراف إقليمية ممكن أن يكون لها دور زي إيران أو غيرها من الدول؟ تعالوا ونعرف تفاصيل أكتر مع ضفنا اللي منورنا ومشرفنا في ستوديو صباح الخير مصر الكاتب الصحف الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أهلا بيك أستاذ صاحب أهلا بيك أهلا نسال من اليوم الأول من الحرب والولايات المتحدة الأمريكية أطراف كثيرة جدا في المجتمع الدولي مخاوف وقلق متزايد أن رقعة الصراع لا تنحصر فقط على غزة والحرب عليها وتمتد للإقليم بشكل واسع إلى أي مدى هذه المخاطر ممكن أن تتحقق على أرض الواقع في مقبل الأيام؟ هوا شوف حضرتك قبل أن نتكلم عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة يعني هناك خلفيات نلقي الضوء عليها أو نضيء عليها حتى نصل إلى النقطة التي تتحدث عنها حضرتك في بداية عملية 7 أكتوبر طبعا العملية بدأت زي ما شفنا كلنا وزي ما العالم كله شاف العملية كانت مفاجأة تم تعطيل نظام الرادار ونظام الإنذار المبكر واجتياز السياج الحدود الفاصل بين غزة وإسرائيل على النحو اللي شفناه كلنا طبعا العملية عملية نوعية مختلفة تماما يعني مناطق الصراع العربي لإسرائيل على مدى تاريخ هذا الصراع من سنة 48 الغاية النهاردة مختلفة تماما عن هذه العملية لأول مرة في هذه الصراعات بين إسرائيل والعرب أو الفلسطينيين تحديدا يتخذ الصراع هذا المنح طبعا العملية كانت نوعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى استخدمت فيها أسلحة حتى الآن حدث صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي داخل الحكومة الإسرائيلية داخل منظومة الأمنية الإسرائيلية حتى الآن كيف وصلت هذه الأسلحة كيف تم التدريب عليها كيف استخدمت كيفية تنفيذ هذه العملية على هذا النحو من الدقة والتدريب والكفاءة العالية فطبعا العملية بأبعدها قدت اتجاهات أخرى بدليل أن العالم كله انتبه أنه في قضية فلسطينية النهاردة التحذير من توسيع جبهة الصراع لتمتد إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل أو دخلت أطراف تانية زي الحسين في اليمن اللي أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على بعد 2000 كيلو يعني 2000 كيلو طائرات مسيرة بتوصل لداخل إسرائيل ده طبعا عملية نوعية أخرى المواجهات اللي بتتم بين حزب الله وإسرائيل في جبهة الشمال ده برضو عملية نوعية لأنه انتقاء الأهداف والتركيز عليها بعد حرب 2006 كان المواجهات مواجهات تكتيكية ومختلفة تماما الصواريخ اللي كان بيمتلكها حزب الله في عام 2006 مختلفة تماما عن منظومة الصواريخ التي يمتلكها الآن منذ أيام أعلن حزب الله عن امتلاكه لصواريخ مضادة للأليات البحرية أو القطع البحرية طبعا دي رسالة كانت موجهة للإدارة الأمريكية تحديدا اللي هددت بقصف مناطق حزب الله والدخول في المعركة فطبعا هناك تداخل إقليم وتداخل دولي في هذا الصراع الآن وضحة تماما الرسائل كانت واضحة توافد الزعماء والرؤساء من أوروبا ومن أمريكا على هذا النحو توجه القطع الحربية الأمريكية هناك أطراف أخرى دخلت في هذه المواجهات لم تعد المواجهة مقصورة فقط بين إسرائيل والفلسطينيين لكن من الممكن أن تتخذ أبعادا أخرى وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول لهذه المواجهات وحذر من أن تتجه هذه المواجهة إلى صراع قد لا يحمد عقباء أو تبتد أساره إلى دول المنطقة الحياة فندم زي ما حددت تحدثت سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي يعني دق نقوص الخطر منذ اليوم الأول عن فكرة توسعة رقعة الصراع وأن تتحول إلى حرب إقليمية ولكن لو نتكلم على الدول الغربية كانت تحذيرتها موجهة لجبهات بعينها وحتى الآن حتى هذه الجبهات خرجت وتحدثت أنه لا نية للدخول في الصراع ولكن على الجانب الآخر والصورة الأخرى أنه التصرفات أو ما يقوم به الكائن الإسرائيلي غير مفهوم برضو عليه علامات استفاهم شوف حضرتك هو زي ما حضرتك قلت أنه الجبهات كلها ليس في مصلحتها أن يتوسع الصراع بما فيها إسرائيل وأول الخسرين في هذا الصراع هو إسرائيل لأنه بطبيعة الحال إذا توسعت رقعة الصراع يعني كل الأطراف ستكون خسرة لكن كلهم بمقدار كلهم بنسبة معينة بمعنى أنه دلوقتي الجبهات جبهة سوريا جبهة جنوب لبنان التحذيرات المتبادلة بين ناتنياهو ووزير الدفاع وحسن نصر الله النهاردة فيه خطاب لحسن نصر الله خطاب الثاني بعد هذه الأزمة النهاردة نصر الله من الممكن أن يحدد اختيارات أخرى مختلفة عن الخطاب الأول الخطاب الأول كان هناك نوع من توجيه الرسائل المبطنة وتوجيه الرسائل أنه حزب الله لديه ويمتلك ومن الممكن أن يقدم على كذا النهاردة توسيع دائرة الصراع دخول إيران على الخط دخول أطراف أخرى دخول جبهات أخرى على خط المواجهة أعتقد أنه النهاردة دخلين في الشهر الثاني إسرائيل بما لديها من معدات عسكرية بما لديها من إمكانات عسكرية هائلة لا تقاس بطبيعة الحال بما يمتلك المقاومين في غزة لأن المقاومين مهما يمتلكهم يمتلكوا مجموعة من الأسلحة أو الصواريخ أو الصواريخ المضادة للضروع هي مجموعة محدودة في النهاية لكن إسرائيل دولة تمتلك من العتاد العسكري وعلى مدى تاريخها من سنة 48 لغاية النهاردة خاضت مجموعة كبيرة من الحروب تمرست خلالها على مثل هذه الحروب في حرب 2006 كانت هناك مواجهات شبيهة بالمواجهات التي تحدث اليوم بين إسرائيل وحزب الله لكن النهاردة المواجهة قد تأخذ أبعادا أخرى يعني دي الخطورة اللي إحنا بنتكلم عنها طيب كيف تقرأ الحسابات الإيرانية لأنه دائما في كل الحروب ضد غزة بنجد تصريحات نارية جدا من إيران وليس خفيا على أحد أنه إحنا بنتكلم سواء حزب الله في لبنان أو الحثيين في اليمن أو حتى الحجد الشعبي في العراق والسورية هي كلها أذرع بتمولها إيران يعني بشكل مباشر حسابات إيران في هذه اللحظة من الحرب كيف تقرأها لأنه تصريحات وزير الخارجي الإيراني يوم بعد يوم بتتحدث عن تصعيد وأننا لن نقف مكتوف الأيدي ولن نترك غزة هل هي فقط تحصر في دائرة الكلام والتصريحات العاطفية ولا ممكن إيران لها حسابات أخرى إيران هي الكاسب الوحيد من هذه المواجهات لأنه لو حضرتك لو رجعنا شوية لما قبل عملية 7 أكتوبر كانت هناك من حوالي 3-4 سنوات تهديدات مباشرة من إسرائيل والولايات المتحدة بقصف إيران وأنه هناك عملية ستستهدف المفاعل النووي الإيراني الذي قارب على الانتهاء وأنه الولايات المتحدة وإسرائيل لن يسمحها لإيران بأنه تمتلك الكمبلة النووي فإيران هي الكاسب الوحيد مما يحدث الآن لأنه إيران زي ما حضرتك قلت لديها أزرع لديها مجموعة من يعني الأزرع التي تجيد توجهها وتجيد استخدامها في مثل هذه الأزمات يعني دبلوماسية النسيج التي تجيد إيران توظيفها أعتقد أنه الآن العالم انصرف تماما عن المفاعل النووي الإيراني أصبح الحديث عن المواجهات التي تجري بين إسرائيل وقطع غازل النهاردة يعني لو حضرتك في أزمة الألفين وستة مثلا أزمة الألفين وستة كان هناك هدف تكتيكي إيراني من وراء الأزمة ضمن الخطط التي كانت يعني من ضمن الأهداف مثلا اللي كانت إيران تستهدف معرفة القنبلة التي تزن طن والتي تخترق الأعماق ده أحد أهداف لأن حزب الله يمتلك مجموعة من الأنفاق في جنوب لبنان فالمفاعل النووي الإيراني على بعد معين كانت إيران تريد أن تكتشف الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة وهل يمكنها الوصول إلى هذا العمق أم لا فدي أحد أهداف الحرب أو المواجهات التي حدثت في عام 2006 فإيران تجيد استخدام هذه الأدوات وتحاول واللغة القطابية ولغة وزير الخارجية ولغة وزير الدفاع أو قائد الحرس الثوري الإيراني أو فيلق القدس كلها تصب في اتجاه واحد هو أن إيران من الممكن أن تتوسع دائرات صراع وأن تكون طرف إيران من المعلوم أنها هي التي تسلح حزب الله وأنها هي التي تسلح الحسي وهي التي تسلح الكثير من هذه الحركات المقاومة لكن في ذات الوقت هناك سياسة واضحة إيرانية واتجاه الولايات المتحدة واتجاه إسرائيل واتجاه المنطقة وهذه الألعاب الإقليمية والخطط الإقليمية أو التداخل الإقليمي في الأزمة هو بالفعل ما يؤثر على أزمات الإقليم يعني هناك تأثيرات إقليمية وتأثيرات دولية إيران أحد اللاعبين الرئيسين في المنطقة وهي أحد اللاعبين الرئيسين في هذه الأزمة حضرتك هل تعتقد أنه هناك خط أحمر يعني فيه منطقة أو فيه نقطة يجب ألا نصد إليها حتى لا تتحول أو حتى لا يتحول هذا الصراع لصراع إقليمي؟ ها طبعا وكل الأطراف عرف هذا بما فيهم إسرائيل يعني لو حضرتك تتبعتي منذ اليوم الأول المواجهات اللي بتحدث بين حزب الله وإسرائيل تحديدا هي مواجهات ومناوشات لم ترقى إلى حد المواجهات المسلحة الحقيقية والتهديدات والتهديدات المتبادلة سواء من جانب نتنياه أو من جانب وزير الدفاع وحصل نصر الله الخطاب الذي ألقاه وأعضاء حزب الله أو قيادات حزب الله زي نعيم قاسم أو هاشم صفي الدين الخطابات المتبادلة بين قادة حزب الله وإسرائيل ستتلمسين أنه فعلا هناك خطوط حمراء وهناك حدود للمواجهة كل طرف حريص على ألا يتجاوز هذه الحدود لأنه توسيع المواجهات ليس في صالح الطرفين يعني نتنياهو هدد بعودة لبنان إذا ما أقدم حزب الله على خطأ أو أخطأ في الحسابات سيعيد لبنان إلى العصور الوسطى نصر الله في المقابل هدده بأنه أيضا يمتلك منظومة من الصوريخ ستتوجه إلى أهداف استراتيجية وستزيل إسرائيل تماما من الوجود هناك يعني خطابات واخطابات مضادة هناك يعني رسائل ورسائل مضادة كل طرف يعلم ما في جعبة الطرف الآخر إسرائيل تعلم ما لدى حزب الله الآن حزب الله لديه منظومة صواريخ متطورة غير تلك التي استخدمها في عام 2006 هناك صواريخ دقيقة هناك يعني قيادات حزب الله أعلنوا قبل هذه المواجهات منذ حوالي سنة ونص بعد التهديدات والتلويح بالتهديدات أعلن أنه لديه هو طبعا المعلن أو المعروف أنه حزب الله لديه حوالي 200 ألف صاروخ موجه ومنظومة أخرى دقيقة يعني الصواريخ الدقيقة غير الصواريخ التي استخدمت في عام 2006 الحزب الله أعلن أنه في اللحظة الأولى التي سيطلق فيها سيطلق 6 ألف صاروخ في خمس دقائق موجهين لأهداف استراتيجية داخل إسرائيل تستهدف المطارات تستهدف البناء التحتية تستهدف مفاعل ديمونة تستهدف مجمعات الأمونيا في حيفا تستهدف الكثير من المناطق الصناعية أي أنه بما فيها الكنيست بما فيها الحكومة الدواير الحكومية أي أنه يريد أن يشل الحكومة الإسرائيلية في الضربة الأولى في المقابل إسرائيل وجهت تحذيرات لحزب الله بأنه إذا أقدم على خطأ سيتم إعادة لبنان إلى العصر الحجري لأنه سيستهدف المطارات ويستهدف البناء التحتية ويستهدف الشوارع والطرق كما استهدفها في حرب 2006 فهناك اللغة ولغة مضادة هناك حرص من الجانبين على ألا تتجاوز الحدود وألا يتجاوز هذا الحد من الاشتباح يعني حتى لا يصل إلى نقطة اللعودة يعني وزندلع الحرب طيب على الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل غير مسبوق وهو طبعا هي دعمة تاريخيا لإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بشكل قوي جدا والجيش الإسرائيلي بنتكلم على معونات 14 مليار توجيه صواريخ ذكية حتى مؤخرا من يومين إلى الجيش الإسرائيلي بالأمس كان في حديث بعض الشيء أنه هناك حرج ما داخل الإدارة الأمريكية من هذا الحياز الشديد لإسرائيل هل يمكن الرهان على بعض الأصوات داخل المجتمع الأمريكي في تعديل ما لوجهة النظر الأمريكية؟ لأنه كان في خبر مبارح شفناه في الأخبار أنه الدبلوماسيين الأمريكيين أو السفرات الأمريكية في الدول العربية بعثت برقيات للبيت الأبيض بأنه هناك حالة من الكراهية المتنامية ستستمر لأجيال في العالم العربي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنه أي إنسان عربي يرى أنه من يقف في هذه الحرب ليست إسرائيل هي الولايات المتحدة هذه الإشارة هل يلتقطها بايدن أو يلتقطها الإدارة الأمريكية أنه في موجات من التصعيد والكراهية ستخرج من هذا المكان في العالم؟ طبعا هو الموقف الإدارة الأمريكية في اليوم الأول كان موقف مستغرب لأنه المفترض أنه الإدارة الأمريكية هي الراعي الرئيسي لعملية أصل واتفاقية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين فباعتبار أنه الولايات المتحدة راعي رئيسي لهذه الاتفاقية فيجب أن يكون موقفها محايد في هذه الأزمة خاصة وأنه الأزمة لا تستدعي أبدا أنه الولايات المتحدة تقف إلى جوار إسرائيل إسرائيل لديها ما يكفي من الأسلحة ويزيد ويفيد والمخزن الإسرائيلية تمتلك الكثير من الأنظمة بما فيها أنظمة حتس وأنظمة الدفاع المضاد وغيرها من الأنظمة التي تجيد إسرائيل التعامل معها فأعتقد والكبة الحديدية وغيرها فالموقف الأمريكي للأسف الشديد هو موقف سبتا حيازه إلى جانب إسرائيل بالمطلق وموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيارته لإسرائيل والإعلان المباشر عن الدعم ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وتحريك القطع الحربية وحاملات الطائرات على هذا النحو إلى جانب زيارة وزير خارجية الأمريكي توني بلينكين ومشاركته حتى في مجلس الحرب الإسرائيلي ودي مشاركة غريبة ومستغربة يعني لأول مرة في التاريخ وزير خارجية دولة أخرى يشارك دولة في مجلس حرب يعني فده طبعا إدى إشارات واضحة خاصة أنه مع مشاهد القتل ومشاهد الضمار ومشاهد الترويع والمشاهد التي شاهدناها وأصبح العالم الآن يشاهد ما يجري والفضايات بتنقل على هواق مباشرة الأمريكية في موضع محرج أو موضع حرب بالضبط انتلاق من هذا السؤال يا فندم وعزني المقاطع لأن الوقت ينتهي سؤال حضرتك يا فندم هل ما يقوم به بنيمين نتانياهو هناك تقاليل خرجت بأنه بالفعل لجنة جنونه هل ما يحدث في قطاع غزة لا يندرك تحت قائمة أو لا يندرك تحت الخطوط الحمراء ده سؤالي الآخر من هي الدول التي تعد الأرقام الهمة في هذه المعادلة إن كان في احتواء هذه الأزمة أو إن كان في دفعها نحو الصراع طبعا هو الرقم الدولة الأهم في احتواء هذه المعادلة الولايات المتحدة الأمريكية إذا طلبت من القيادة الإسرائيلية أن تتوقف ستتوقف ده ما فيهش جدال لكن النهاردة نتانياهو تجاوز بالفعل خطوط الحمراء في كل ما يقوم به وكل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة لأنه ما شاهدناها من ما شاهد الدمار أكتر من 11 ألف شهيد أكتر من 30 ألف مصاب حتى الآن منهم إصابات حرجة قد لا يعودوا إلى الحياة مرة أخرى إلى جانب أنه ما زالت هناك ألاف موجودة تحت الركام المباني التي يتم تدميرها على رؤوس ساكنيها إلى جانب استهداف المستشفيات استهداف سيارات الإسعاف استهداف المساجد استهداف الكنائس استهداف الأماكن حتى مدارس الأنروا تم استهدافها هي المناطق التي كانت تعدى منها في مثل هذه الأزمات يلجأ المدنيين إلى مثل هذه الأماكن أونر وانبارح صرحت المتحدث الرسمي أن حصيلة القتلى من الموظفين وصلت لمئة موظف ودي سابقة لم تحدث في تاريخ العمل الإنساني يعني أنه في مئة موظف من الأمم المتحدة يسقطوا في حرب وحدة نعم ودي للأسف الشديد يعني برضو جريمة حرب يجب أن يحسب عليها المسؤولين عن هذا الفعل لأنه أولا في قوانين الحرب والقوانين الإنسانية التي وصلت إليها الدول المتحدرة ودول العالم بعد الأزمات والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي يعني اكتسحت العالم كله أصبح العالم الآن أمام اختبار حقيقي في ضرورة إعادة النظر في هذه القيم وهذه المعايير وضرورة محاسبة من يخطئ حتى لا يتكرر هذا الفعل يعني محكمة جنائية الدولية يجب أن يكون لها دور في هذه المسألة وهيجب بالفعل أن يحاكم هؤلاء على الجرائم التي ارتكبت والأسلحة المحظورة والأسلحة التي بالفعل استخدمت في هذه المواجهات فأعتقد أن المجتمع الدولي مطالب أيضا أن يلعب دورا مهما لإيقاف هذه الجريمة حدثت عن الدولة الأهمة في المعادلة لكن هل هناك دول أخرى مهمة في هذه المعادلة؟ سريعا جدا لا الدول الأوروبية طبعا مهمة جدا لأنه علاقتها بإسرائيل علاقة مهمة النهاردة دول الإقليم دول مهمة طبعا الدول المهمة والتي أثرت أنه لا يجب أبدا أن ننكر دورنا دور مصر دور مصر كان رائد في تغيير وجهة النظر الغبية يعني يجب أن نتوقف عند ذلك لأنه بالفعل الدور المصري كان مباشر ودور حقيقي في إيقاف نزيف في عدم تصويت القضية الفلسطينية عدم التهجير القسري دخول إصرار مصر على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تغيير تغيير نظرة العالم ولغة العالم يعني مصر هي التي نجحت فيها بشكر حضرات جزيل شكر الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط شكرا لحضرات جزيل شكرا لك أستاذ صلاح الشكر الأسبوع شكرا لك